مرحبا احبابي اليوم بدعمل انا وياكن طريق التحضير ساندوش الايس كريم بطريقة كتير كتير بسيطة وسهلة وسريعة وما بتاخد معنا وقات بالتحضير وبدون حلب مكسف طريقة عن جد ناش حمية بالمية وكتير طيبة واو كتير رائعين لنبدأ الطريقة مع بعض بسم الله انا اول شي 150 ميلي حليب كمان هيدا بسكويت الوايفر اللي عنا متوجد بأي سوفر ماركت بتلاقوه وملعة طعام سكر بودرة وزرف الكريمة لنبدأ الطريقة مع بعض بسم الله اول شي منا نخفئ الكريمة بحط السكر بخفئ المصرعة عالية بخفئ المصرعة عالية بخفئ المصرعة عالية بحط السكر بحط السكر بحط السكر كريمة أوليك لنبدأ الطريقة بعد ما مدت الكريمة بهيدا الشكل هلأ بحط عليهم كمان ويفروا من الآلة بتكبسونا شوي كمان بغطيهم بنيلو وهلأ بدي حطهم بالفريزة أقل شي خمس ساعات والأفضل نحطهم ليلي كاملي بالفريزة بغطيهم منيح هلأ بدي حطهم بالفريزة هيد الايس كريم بعد ما تركتها ليلي كاملي لجمدت الميح هلأ منا نشيلون حطت نيلو لهيدا السبب إنه بس شيلون يمشالوا معي بسهولة وممكن تحطوه رأز بدي ما في أي شكل شايفين كيف كتير يمشالوا بسهولة هلأ بدي قصهم أنا وياكم كمان بدي زبطهم من هوني على الطرف هيدا الشكل النهائي بهيدا الشكل هيدا الشكل النهائي بهيدا الشكل ايس كريم ناجح مية بالمية وكتير كتير روعة بعمل هيدا الشكل كمان بشيل الزوايد منهم هؤلاء صندوش الايس كريم اللي عملتهم أنا وياكم أم جاد بنصحكم تجربوا الطريقة طريقة كتير سهلة وبسيطة وما بتاخد معنا وقت بالتحضير وناجحين مية بالمية بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم إن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي باي باي أحبابي باي 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 اشتركوا في القناة